إذا كنت مرأة حامل أو مرضع وطبيبك سمح لك بصيام الشهري الكريم كتير مهم أنك تتبعي هاي النصائح الغذائية لحتى يكون صيامك صحي وما يضرك لألك ولا للطفر من أهم هاي النصائح هي شرب السوائل ووجبة الإفطار والسحور الشخص الطبيعي بيحتاج لـ 18 أكواب من الماء بهذه الفترة المرأة الحامل أو المرضع كتير مهم أن تزيد هاي الكمية ممكن نتعوضها بأكواب الماء خلال كلنا الصاعة وممكن كمان نتعوضها عن طريق شرب اللبن أو الحليب بهذه الفترة كتير مهم أنه نتناول شرب الماء بهذه الفترة مشان الحليب ومشان الطفل ومشان صيامك يكون تاني يوم بصحها بشكل كتير كبير من أهم النصائح كمان أنه المرأة الحامل أو المرضع ما تتنسى تناول الفيتامينات بعد وجبة الإفطار أو قبل وجبة السحور لأنه مشان ما يصهل إلى أو للبيبي أي نوع من الفيتامينات من أهم النصائح كمان أنه تكون موجبات المرأة الحامل كتير متوازنة لهيك لازم تكون تحوي على البروتين الموجود باللحوم أو الدجاج أو حتى البقليات بوجبة الإفطار بوجبة السحور ممكن تحوي على البيض أو الحليب حتى على الأجبان والأعنى لازم تكون تحوي على النشويات من الخبز الماكرونة الرز حتى البرغل والإفريقا كتير مهم أنه تكون عما تدخل ألياف لجسمها عن طريق الخضار المضافة لوجبة الإفطار أو وجبة السحور مهم جدا أنه ندخل سناكات بين الإفطار والسحور وممكن تكون هي عبارة عن الفواكيل التي تمدها بالفيتامينات والسوائل وعبارة ممكن تكون عن كوكتيل الحليب والفواكيل التي يعوضها عن السوائل وعلى البروتين بنفس الوقت ما تنسي إذا حسيت بأي غسيان أو وجع راس أنك تراجع طبيبك لحتى أن ينصحك بأنك تكمل سيامك أو توقفي اشتركوا في القناة